يجد مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنفسهم هذه المرة أيضاً في قلب الصراعات السياسية في الولايات المتحدة كمتهمين بالإنحياز اتهامات تضمن هذه المرة تقرير لموقع جيزمودو يقول إن فيسبوك يحجب قصداً أخباراً تتعلق بالمحافظين من قائمة الأخبار الأكثر رواجاً أمر دفعاً بلجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأمريكية إلى فتح تحقيق في كيفية اختيار الموقع للقصص الإخبارية وطلبت اللجنة من الرئيس التنفيذي لفيسبوك في رسالة أراد على أسئلة بشأن ممارسات إدارة الشركة في التعامل مع الأخبار وكذلك بمحاسبة المسؤولين عن ذلك إن ثبتت صحة الاتهامات نائب رئيس البحث في فيسبوك من جهته نفى الاتهامات قائلاً إن هناك قواعد إرشادية صارمة لمراجعة عمود المواضع الأكثر رواجاً وهو العمود الذي يظهر في أقصى اليمين على صفحة فيسبوك ويهدف إلى إبراز أكثر المواضع المفضلة من حيث النقاش بين جمهور المستخدمين يذكر أن الحزب الجمهوري انتقد أيضاً فيسبوك قائلاً أنه يستخدم لقمع وإسكات وجهة النظر والمواد التي لا تتماشى مع أجندة أصحابه صارة بن عشوبة العربية